السلام عليكم كده اول مصالح على سيدنا محمد نهاردة ان شاء الله هيكون كده مقتطفات من يوم فروانان يعني كنت في الشغل فما عنديش تعليق اقول لكم اكتر من انه كان يوم غريب جو كان حر جدا جدا سبحان الله ما بيحررش غير في اليوم اللي منزل فيه الشغل فالمما علينا احنا قابل الصحور بشوية اكتر كده حيوين كنت نمت وصحيت بعد ما بعد العيشة والتربيح نقعت فول علشان خلق يعني اللي هعمله النهاردة اخر فول عندي فول اللي عملته نص كيلو قدني خمستاشر يوم فلكوا انت تخيلوا يعني حلوة اول فنقعت نص كيلو فول انا كنت هسرع المقطع ده بس عايز اتكلم معكم كلمتين بس يعني ايه نركز فيهم شوية اه في واحدة ربنا يهدلها نفسها سايبالي كانت سايبالي كومنت بس انا مساحبة طبعا ما بحبش النوعية دي من الناس اه على الفيديو الصغير اللي كنت نزلته لكم اه بخصوص وفاية والدة ميرو انا عارفة كويسة ما كدش هتقدر تتكلم لان ما كدش هتقدر وكون الناس كتيرة قوي بتسأل على السبب غيابها عشان كده عملت الفيديو ده وعملت بوسط على المنتدى فهيا كتبالي ايه بقى ما كانش لازم تحطي اسمها في الفيديو علشان تلمي من وراها مشاهدات فانا مش عارفة والله ربنا يهديلك نفسك مشاهدات ايه انا مش عارفة انتي ما تعرفيش اللي بيني وبين ميرو اصلا ميرو انا عارفها من اواخر الفين وستاشر يوميا مع بعض تقريبا يعني على على الواتساب وعلى التليفون وبصي ايتي بتعرفيش اللي بيني اللي انا عارفه عن بعض مفيش حد في الدنيا يعرفوا عنينا فانا يعني نحاول بس ما نفتيش دي حاجة التانية اساسا الفيديو ما جابش متين مشاهدة الحاجة التالتة اتحدى اي وحدة شافت اعلان واحد على الفيديو بتاعي الحاجة الرابعة والاهم الميت لي حرمته انا مش عاملة تفعيل الربح على الفيديو من اساسه يعني احنا لو يعني لو انت مركزة اوي كده ان انا كاتبقى اسم ميرو في الفيديو او اسم ميرو على عنوان الفيديو كنتي ركزتي في الاعلانات ما كنتيش هتلاقي ولا اعلان لان المفروض ان الميت لي حرمته انا مش حتى اعلانات ولا مفع على الربح الفيديو تلت دقايق فكده كده انت مجرد ما بتفعلي الربح west اليوتيوب بينزل لائع اعلان واحدة انا اصلا ما فعلتش الربح فما حد شافه ولا اعلان واتحدة ان حد شاف اعلان واحد لانه انا عارفها كويس جدا المايد لي حرمته الفيديوهات اللي من النوعية دي انت بتعمليها توسي بيها حد بتحبيه ما ينفعش خلص ان انت تتربحي من ورا لا اكتر ولا اقل فانا اسم ما فعلتش الربح على الفيديو وحط اسمي ميرو في العنوان علشان الناس تعرف انا بتكلم عن مين لا اكتر ولا اقل فانتو متعرفوش اللي فيديو بين ميرو يعني انا منزلة فيديو الصبح يعني مش منزلة مثلا في وقت مشاهدة اللي انا عايزة مشاهدة بقى ولا حتى شيرت الفيديو هنا ولا هنا مجرد فيديو عملت هولكم علشان تفهموا انا بتكلم عن مين وعلشان انا ميرو بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا فكان لازم اعمل الفيديو ده علشان كمان نطمن الناس عليه فهنقفل الموضوع ده ربنا يصلح للناس دي حالها المهم كنت عاملة هريسة شطة وكلام ده كان قامل المغرب ومش عارف ايه اللي خلاني مش لتهاش فسبتها اساسا نسيتها خالص وقعد الترويح نمت فمش عارف ايه اللي حصل فلقيتها محضوطة على المضبف فقلت اللي هو انتي انه وانا مش لتكيش ليه فالمهم انا استمتاكد على كسين بصراحة بتنفع عندي في حاجات كتيرة جدا ما بقتش بحطها في برطمان فباب التلاجة بقت بالنسبة لي افضل ان انا حط في الفريزر سواء هي او التوم باخد المقاعب على قد الاستعمال هي دقت التوم بس اللي انا بتحطلها الفلفل الحايمي الفلفل الاخضر الحايمي هي بس اللي بتحطها في باب التلاجة وعلى وشة شوية زيت وخلاص على كده فكات كمية قليلة الاكاتش بكتيرة يعني هحطها في كسين وحطها في التلاجة وشكرا على كده الطريقة بتاعت هريسة الشطة انا عملاها ومنزلاها معكم قبل كده وعملاها على قناة مطبخ بيبة سيب لكم لينك بتاعها في صندوق الوصف بازن الله لو حابين تروحوا تتفرجوا عليها وهي كمان موجودة على القناة هنا فلو حابين ما تدوروش هتلقوا برضو على القناة احنا قبل الصحور بشوية حلوين وانا نزل الشغل بكرة فانا ها قلت هعمل الاكل يكفي يومين على اساس ان انا نزل الشغل بكرة وممكن ننزل بعده عشان ما بقاش رجعها مقتولة لو انا عايز اساسا هلحق يدوها توضي وصالي وانام شوية قبل الفطار فاقلت لأ خليني عمل الاكل يكفيني يومين عايز اقول لكم اكل ده قاعد لثلت يوم عادي جدا يعني انا طلعت كسير اللحمة كان مكبار شوية واحنا كل واحشين بيكون حتة احنا احنا من الناس اللي على الفطار يعني ايه مش اكيلة قوي بالعادة انا ما بعملش اكل طبيخ في رمضان يعني نواشي في اما شربات وحطة اللحمة او حطة الفرخة وجنبها مكارونة وانتهى رمضورة بس زوجي كان عايز بامية فعملت بامية عملت ملخية كيوم كده يعني اختلاف في نص رمضان المهم حطيت مكعب زيت بصغير واحطيت معاه فصين مستيكة وهشوح اللحمة بتاعتي لحد ما لونها يتغير كده وتاخد صدمة والمسان بتاعتها تتقفل مش دايما بعمل الخطوة دي لازا كنت ريئل اما انا رف كنت عاملك وباية النسكافية المحترمة دي وللأسف نسيت لو انا بعمل رغوة النسكافية عملت بما يسوخنا فطبعا ما عمليش الفوم اللي هو يعني بس ما فيش مشكلة اي حاجة تفوقني انا كنت اشرب قهوة مباح عالصحور فمش عارف اين خلاني شربت قهوة بس ما علينا يعني فما حبيتش ان انا اشرب قهوة النهاردة كمان عشان انا عايز انام شوية بين الصحور يعني من بعد الصحور لحد ما انزل الشهر المهم بعد ما تشوحت اللحمة حطيت بصلها متقطعة مقعبات وحطيت طمطم التورق اللي عاملها معاكم دي ان شاء الله في فيديو هينزلكم حلوة قوي يا رب يعني اتمنى نوعي يعجبكم عن حاجات كتير قوي بعملها في اول الشهر بتوفر عليها تاعة وموجود باقي الشهر حاول نزللكم بعد الفيديوهات بتاع المشترات بازن الله المهم حطيت مكعبات التورق دي وحطيت حبهان وحطيت ورق لورا وحطيت كبيباسيني وحطيت جزر كونتانسي حطيته في الاخر وحطيت الروزميري وحبة بسيطة خالص من الزعتر الحاجات دي مش بحطها الا اذا كانت اللحمة بتبقى حلو قوي اوقات ببقاش مثلا صح يا ريئة او ما عنديش وقت فاللي هو بحط المية تسخن وهو بحط اللحمة وشكرا على كده بس وبعد كده طبعا تحطي مية سخنة وحطيش مية ساقع كنت هعمل بمية فقلت هعمل التسبيكة بتاعتها فص ستوم في معلقة زبدة والطماطم واسيبه يتسبك وشكرا على كده تعال نحضره بعد السحور قلت انضف التواليت كويس للاول وبعد كده اخسل اسناني واتوضح عشان اصلي الفجر واقرأ الويرد بتاعي اللي هو الجزء وانا معلطو النزل اللي بتقولي طولي في الروتين واللي بيقوله نزلي كل يوم بصوا انتو مش هتلاقوني بعمل اللي هو ايه بقى بشيل وحط انا ما عنديش الحاجة اللي انا طلعها ان انا شيل واقضة حط بقى وافتح دوليب انتو عفين ان انا ما بعملش كده فهتلاقوا الروتين عندي مجرد مقتطفات يومية اللي هو بلوج يومي اللي بيحصل في اليوم بديكم منه مقتطفات انما مش هتلاقوني طلعها بهد الشقة وابنيها قدامكم انا ما بعرفش اعمل كده في التصبير انتو عارفين انا ليه حاجات معينة اللي بعملها معاكم وخلاص على كده فعشان كده ما بيبقاش بالنسبالي مستحب ان انا نزل يومي وهو اليوم اساسا خصوصا في رمضان ما بيبقاش فيه حاجات كتير او متغيرها فاوجع دماغكم كل يوم بفيديو ليه فانا بنزل مثلا يومي فيديو اللي ممكن احس ان فيه حاجة مختلفة او الفيديو اللي احس ان فيه حاجة تفيدكم او اليوم اللي بحس ان انا فيه رأي او عايزة نزل فيديو فانا بوريكم مقتطفات لعلها عسد فيتكم لا اكتر ولا اقل اللي هو روتين يومي او فيلوج يومي من جزء من حياتي بشاركوا معاكم لا اكتر ولا اقل فمش هتلقوني بنازل كل يوم ومش هتلقوني مخليها مسلا الروتين بتاعي يضرب نصف ساعة الا اذا كان فيه حاجة كبيرة حاصلة في الفيديو المهم نزلت الشغل وفي اليوم ده كنت محتاجة حاجات كتيرة جدا اا وللأسف جيت جزءها وانا جاي والجزء التاني يقولت للخضر يبص انا هشيل اللي هقدر عليه وانت بعتلي الباقي كمان ساعا اللي هو انا هعايز انام شوائي كنت جايب اخضار سوري خضار وفكهة بس الفكهة اجيبتها معي وانا راجعة لانا ما كانش عندي عصائر خلاصة العصائر اللي كنت مفرزاها معاكم قبل رمضان خلصت احنا كنا نص رمضان واليوم القبل ده انا كنت جايبها المشتريات بتاعة الشهر ان شاء الله الفيديو هين بتاعها هينزلوا ورا الفيديونا بازن الله جبت ملوخية عشان طبعا بامية يبقى جنبها ملوخية هتبقى الدنيا تمام ويجبت عيش عشان ما كانش عندي عيش وجبت موز وجبت جوافة فراولة والخضار بقى كان جالي يعني ما لحقتش هتنفس اساسا اللي هو انا غسلت الخضرة الفكهة وسبتها تتصفة وهنام ساعة وابتدي بقى اقوم اشوف الحاجات الفضلة عندي عشان اعملها فالقيت الخضر يبعيت لي الحالي فقولت مش مشكلة بنت جايب عشان ما تبقى دونس وكسبرة على اساس انو انا بعد بكرة اعمل محشي او مثلا بكرة جنب الاكل كده اعمل ايه حالة محشي صغيرة بس زوجي قال ايه لا مش عايز محشي من انا حد اخر رمضان علشان بدوس فيه ومش عايز انا عايز احافظ على لانا فيه دلوقت خلص مش مشكلة بركة ما مش مشكلة يعني لو ان المحشي يعني بالنسبة ان انت مثلا هتعملي الفردين حالة صغيرة فهم مش هياخد منك غلبة كتير يعني خصوصا لو انا عندي التسبيكة بتاعته جاهزة خصوصا الخضار وسبته يتصفى وقلت هبتدي بقى اشوف انا هعمل ايه لو لو كانت بتلعب وكنت قاعدة قدام في القوضة بتاعت الليفينج بتلعب فقلت يلا هاتي الفاكهة واقعودي جنبها على الارض كده فقلت التلفزيون قلت الليفينج وشوف انتي هتعمل ايه فانا ايه كانت مشغلها كرتون وانا قاعدة بتسلة قطعت الفراولة طبعا ما غسلتها وشيلت الجزء الاخدر بتاعها وشيلت الجزء اللي تحته على طول بالسكينة كده سريع قطعتها قطعة صغيرة وحطت لها كمية سكر معقولة وهديها نص هرسة في الخلاء في الهند بلندر على اساس ان هي ما تبقاش بقى حبوب كده فتبقى اخضى معايا مساحة في الفريزر تعالفين انا ما عنديش جي فريزر مش هجيبه حانيا لما حس ان انا محتاجه هجيبه احنا اتنين دلوقتي فانا مش محتاجه دلوقتي ممكن قدام شوية مثلا اه هجيبه بس مش دلوقتي المهم يعني عمدتها نص هرسة كده بحيث ان هي بس ما تبقاش بخضر مساحة معايا لما بحطها في الكيس الجوافة نفس القصة بشيل الجزء اللي هو فوق وبعد كده بشيل القلب بتاع اللي هو الحبوب بتاعتها اللي بتبقى جوه ويبقى قطع اللحم بقى بتاع الجوافة نفس القطعة صغيرة كده وبرضو هحط عليها سكر وهديها نص هرسة كده بالهند بلندر علشان لما اجي اطلع بصه القلب ده ما بترميش ده اكتر حتة انا بحبها في الجوافة بتبقى اكتر حتة مسكرة حط عليه شوية لبن شوية مية شوية سكر قدر بيه في الخلط وصفيه ما اقول لي كيش بقى يعني المهم هحط عليها برضو السكر بتاعها وهي علشان لما تجي اطلع الكيس بالنسبة لي بقى سهلة انا دايما لما باجي اعمل كيس العصير بعمله يقضي مرتين فبطلعه اكثر نصه وعالخلط ومعاه اذا كان اللبن او المية وشكرا على كده مش محتاجة انت يضيفي اي حاجة خصوصا ان احنا في رمضان ما بنبقاش عارفين نستطعم ندوق مثلا قبل الفطر او حاجة في ناس تانية بتقول لا حلال وان احنا عادي ممكن ندوق ما بعرفش سبحان الله انا ما بعرفش فهديها برضو نص هرسة عشان ما داخدش معاي مساحة خالص في الحاجة اللي انا هشيل فيها طبعا قلت اجابة برتقان برتقان البلدي مبقاش اللي هو ابو سره مبقاش موجود ده البلدي اللي هو عمزة يعني اللي هو يعني مش عارف اقول لكم زي بيستعبط وعمل فيه ابو سره شمية بس بقى حاجة مصغية مية عبارة عن مية وانا بقى الطعب كنتش عارفة قطعه عبارة عن مية بجد ريحته حلوة اوي اوي احنا عملنا عصير حلو شغال ولو ان احنا بنحب ابو سره في العصير اكتر بس تمام يعني انا عمله نفس القص انا كنت دايما بشكل برتقان دواير زي ما ان شايفين كده بس مكانش عندي مساحة في الفريزر فقلت طب ايه اللي هيحصل لما هرسه مش هجر له حاجة والله هدينه مصهر سوا كمان كده وطبعا الاكياس اللي هي هنزيب لك اكتر حاجة مريحني في حياتي الاكياس دي متاخدش مساحة في الفريزر سهلة جدا في الاستعمال تفتحي تاخدي جزء اللي انت عايزاه وترجعيه مكانه تاني فحلوة جدا 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 ده كان الفطر بتاعنا لحمة وملوخية وباميا طبعا انتو شايفين انا بغرب في الضقص وغنانة جدا ومدام الاكل على الصينية اللي قدامكم دي مش على الرخيمة بتاع المطبخ يبقى احنا هنأكل قدامين تلفزيون مش على الصفراء على طول كده يعني بس نعايز اقول لكم العيش ما اتاكلش اساسا يمكن نصر غيف واللي اتاكل والباقي قضينا بقى الباميا مع الرز مع اللحنة قلت لكم ان انا كنت نعمل محشي والفكرة تكنسلت فالخضرة مش هتقعد هتقعد كتير خدت شوية بس ركنتهم في التلاجة من تحت قلت عشان ممكن اعمل بحب انا اعمل الجبن القريش مثلا بالخضر او كده فالباقي قولت اشيره في الفريزر ولو اني مش من انصار ان انا افرز الخضرة اللي هي الشبت والبقدونس والقصبرة دي في المهما كانت طلعة فريش انا ما بحسش ان هي فريش معارفش لي مش عارفة بس ما فيش مشكلة خسارة بدن ميترموا يعني يتحطوا في الفريزر هينفعوا يوم في زنق او ممكن اعمل مثلا بعمل ممبار او بحشي حاجة من حاجات اللي زي كده هينفعوا ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة مسلوش بقى اللايك ودعوة الحلو وتصلى على سيدنا محمد واهم حاجة فتكروني الدعوة حلو شفكو على الفخير سلام عليكم